بسم الله الرحمن الرحيم معكم انا الحرفة من قناة عالمطبخ ايه رأيكم بقى في الفراخ الجميلة دي؟ احنا عاملين النهاردة ورقة فراخ دي ورقة فراخ زي ورقة اللحمة بالزل وعاملين مكارونة محمرة ومخل اكلة في منتهى الروعة ومنتهى الجمال تعالي كده بسرعة الفيديو بتاعنا نشوف عاملنا الفراخ الامر دي ازاي؟ وطعمها طحفة ورحتها في منتهى الروعة شايف المكارونة شكلها ايه؟ ما شاء الله عليها دي مكارونة محمرة محمرينها كده بمعلقة سمنة بلدي طلع في منتهى الروعة وقادي الفراخ اهي؟ تعالي نشوف كده مستوية ولا لا؟ تعالي نشوف حلوة من جوة ولا لا؟ بصي شكلها دايبة ما شاء الله عليها مشوية بقى ورحتها في منتهى الجمال انا عاملالها خلطة والسوس بتاعها ده هتكليه قبل ما تكلي الفراخ يلا بمينا كده على الفيديو معنا هنا الفراخ بتاعتنا اهي؟ ومعنا بصل طبعا مقطعنا وغسلنا وعملنا لها محلو النقعة بتاعها فتاصة كده على النار والمادة الدهنية بتاعتك وحنحمر الفراخ بتاعتنا يعني مش هنحمرها هنديها الصدمة بتاعتها الاول في الكابة بتاعتنا حطينا بصل حطينا توم حطينا شطة خضرة حطينا طماطم وحندرب كل ده في الكابة بتاعتنا اهو ادي توم وطماطم وشطة وبصل طبعا كمية التدبيلة دي على حسب كمية الفراخ اللي انت بتبقى عاملها واحنا سيبنا كده بصلتين دلوقتي هنشوف البصلتين دول هنعمل فيهم ايه ضربنا كل حاجة هي في الكابة بتاعتنا حننزل بقى بالتوابل اللي هي تواب الفراخ هننزل با Tutaj كباب الصيني هننزل بافلفل اصمر هننزل آآ Be السبع بهارات وبعد كده هننزل عليهم بمعلقة من البابريكين المدخنة وهناخد بقى معلقة من الصلصة وحننزل معلقة السمنة بلدي معلقة من السمنة البلدي أو أي سمنة أنت بتحبي أنا حتى سمنة صفرة وحننزل كمان بمعلقة هي من السلسلة المعلبة وحننزل بمعلقة من السياسوس وحنقلب كويس قوي قوي والخلطة دي أنا مش هقول لك عليها وعلى طعمها ولا رحتها وطبعا زبطنا الملح وحطنا معلقة من الزيت قلبت كل الخلطة هي تماما هي شايفة الخلطة شكلها إيه البصلتين الصغيرين اللي كانوا معنا قطعناهم كده زي ما انت شايفها أي تقطيع عشوائي بس المهم تكون التقطيع بتاعتك روفيعة ونزلنا برضو فصين توم يعني الحدوطة كلها خدت معنا خمس فصوص من التوم حطينا تلاتة في الكبة واتنين قطعناهم وهمت مع البصلتين الصغيرين هننزل بقى معلقة من الخلطة اللي احنا ضربناها في الكبة على البصل بتاعنا وحنقلب كويس قوي نفرقهم كده جامد مع بعض وكده الفراغ بتاعيتنا اهيه وآه دي الخلطة اللي احنا حنحطها عليها ويلا بينا كده نشوف حنعمل ايه هنجيب ورقتين كده من الفويل ورقة يعني حلوة كده محترمة كده من الفويل وحنحط فيها ورقة من الزبدة وطبعا احنا عارفين ان الفويل خطر ان احنا نحط الاكل فيه على طول حطينا بقى ورقة كده جميلة كده من الزبدة وانزلنا من الخلطة اللي احنا ضربناها في الكبه بتاعيتنا اهي وحطينا برضو شوية من البصل الحلقات اللي احنا عاملينه البصل ده هو اللي هيسوي الفراغ بتاعيتنا طبعا مع الحرارة اللي هتنتج من ايه من ورقة الفويل احنا عطينا الفراغ ويادينا بنتبّلها دلوقتي احنا ما تبّلناش الفراغ قبل ما نحطها في المادة الدهنية عشان نحمرها عشان البصل اللي احنا هنحطه ما يتحرقش فاحنا دلوقتي تبّلناها اهو عشان تشرب من التدبيلة هتحطي القطعة كده وتبّلها وتبّلها كلها الاول مرة واحدة طبعا براحتك اهي وبعد ما هنرص كده كويس قوي احنا مش هقول لك الفراغ دي لو جربتيها مرة هتعمليها كل مرة خطيرة بعد كده ما تبّلنا هننزل بقى ببقية التدبيلة على الوش هيا والبصل اللي احنا كنا عاملينه حلقات بعدين ننزلنا بالبصل للحلقات وهننزل ببقية التدبيلة اللي بقية معنا من تدبيلة الفراغ هننقفل الورقة بتاعتنا كويس قوي هندخلها الفرن على درجة على الرف الأوسط على درجة حرارة متين هتاخد لها حوالي ساعة وربعة بالزبط طبعا ده على حسب الفرن بتاعك وقت التسوية ده على حسب الفرن بتاعك وأكيد احنا عارفين كل واحدة عارفة الفرن بتاعها بياخد وقت قد ايه آآ عشان يسوي مثلا ورقة لحمة ورقة فراغ وطبعا احنا عارفين فراغ يعني بتستوي بالهوا يعني ما بتاخدش وقت كتير زي اللحم بس هتطلع معاكي دايبة ان شاء الله عليها اهي دخلناها الفرن بتاع نشوف بقى لما تطلع من الفرن شكلها ايه يلا نفتح كده ونسمي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الفراغ بتاعتنا هتطلع عشكلها ايه اهي دي الفراغ اهي شاء الله عليه مستوية يعني للاخر احنا دلوقتي هنحطها على الشوية تاخد لها لون تاخد لها وش احنا الاول ما كناش بنحمر احنا كنا بنديها صدمة والصدمة دي مش هقولك بتخلي اطعم الفراغ شكلها ايه ايه طلعناها ايه من على الشوية طلعها في منتهى الكمال بصي شكلها حاجة كده ما شاء الله ولا راحتها انا ما اقولكيش راحتها في منتهى الروعة وعملنا جنبها مكرونة محمرة طبعا المكرونة المحمرة مش محتاجة يعني ايه يعني انا ما صورتهاش اصلا المرة دي معاكي وهي سهلة جدا وكلنا بنعمل اهي حاجة جميلة وبصي ترخصة مستوية ازاي وبالفة هانا وشوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة